اي االة طائفية تمزق العراق اكثر من العبث بالتركيبة الديمغرافية والتجرؤ على حرمة البيوت واخراج اهلها منها عنوة وتركهم مواطنين بلاوطن امام اعين العالم وانظار ما يفترض ان تكون حكومة هذا ما يجري في العراق منذ تفكيكه بالغزو الامريكي وازدادت تلك الوتيرة لتظهر علانية دون مواربة او تميع بعد احداث عام 2014 ديالة صلاح الدين بغداد سهل نينوى كلها مناطق شهدت عمليات تغيير ديمغرافي على يد الميليشيات المدعومة ايرانيا المنفذة لاجنداتها وهدفها العميق في تمزيق العراق وضمان السيطرة الدائمة عليه شماعة داعش التي اعلن الانتصار عليها عدة مرات تحملها الميليشيات من منطقة لاخرى وباسم محاربة الارهاب ترهب المدنيين فبعض المناطق مثل جرف الصخر صرح بتهجير اهلها على اساس طائفي بشكل علني وبعض المناطق تقوم الميليشيات بارهاب سكانها واعتقال شبابها والاساءة لكبارها ونسائها من اجل دفعهم الى هجرة قصرية الخرائط التي انتشرت عن توزع الميليشيات في العراق وحول العاصمة بغداد تظهر منهجية مدروسة بعناية لاختيار اماكن السيطرات ومراكز الاسلحة ونقاط التفتيش بحيث لم يبقى مجال للشك ان ما يجري في حزام بغداد منذ عدة سنوات هي عملية تهجير على اساس طائفي لن يستفيد منها عراقي نهاية الامر وانما امعان في تمزيق التركيبة السكانية وبث النيران الطائفية وبذلك تعتاش ايران على هذا الانهيار كما حالها في الاعتياش على مناطق الخراب في المنطقة عمليات التغيير الديمغرافي تزداد اتساعا وتتركز في اشد المناطق حساسية اقضية ونواحي بغداد على وجه الخصوص التي تشهد بشكل شبه يومي حملات دهم واعتقال ونشر سيطرات ميليشيوية جديدة حتى بلغت خطورة الموقف لدرجة ان تقارير دولية ومحلية حذرت من ان تواجه تلك المناطق مصير جرف الصخر في القريب العاجل اشتركوا في القناة